هذا الإباضي المدعو بالمقبال في رده علينا وكذبه على الشرع أولا ثم كذبه علينا ثانيا ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ومن عقيدة المسلمين المؤمنين الموحدين جميعا أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لما جاء في كتب السنة في البخاري ومسلم وغيرهما أحاديث مستفيضة كثيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته وهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء لأن الله تعالى كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذا نص كاف على أن المؤمنين الموحدين سيرون ربهم يوم القيامة وكذا من القرآن قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر وقال الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة جاء في صيح مسلم من رواية صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تل هذه الآية قال أتدرون ما الزيادة قلنا الله ورسوله أعلم قال الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عقوبة الله عز وجل للكافرين يوم القيامة أنهم لن يروا ربهم عز وجل وسيحجب عنه قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ومن دقة وسعة علمي وفق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال هذه الآية أيضا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال فيها دليل على رؤية المؤمنين لربهم لأن الله تعالى عاقب الكافرين بأن حجبهم عن رؤية يوم القيامة فكان من سعادتي ومن النعيم للمؤمنين يوم القيامة أن لا يحجبوا لأن لا يكونوا كالكافرين سواء في هذه المسألة يوم القيامة وهذا علم واسع لا يفقه هذا الإباضي فأنكر رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى يوم القيامة مستدلا بدليلين كما زعم الدليل الأول آية من كتاب الله وهي دليل لأنها آية ولكنها دليل لنا وليست دليلا له والثاني أثر عن مجاهد رحمه الله تعالى نقله الطبر في تبسيره الآية قال عن هذا الإباضي قال قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وقال هذا الإباضي هذا صريح القرآن نعم هذا صريح القرآن ولكنه صريح على ماذا أو على نفي ماذا على نفي الرؤية أو على نفي الإدراك لأن الرؤية لغة وشرعا تختلف من الإدراك هذه الآية دليل على نفي الإدراك لم يقل الله سبحانه وتعالى لا تراه الأبصار وإنما قال الله في هذه الآية التي استدل بها هذا الإباضي لا تدركه الأبصار وما معنى الإدراك الإدراك معناه هو الوقوف على كنه الشيء الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به هذا هو الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأن الأبصار لا تقف على على كنهه ولا تحيط به هذا هو الذي نفي لأن الله تعالى أثبت في آيات أخرى أنه يرى في الآخرة قال وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناظرة وهي وجوه المؤمنين إلى ربها ناظرة وانظر كيف عديت عدي النظر بإله وإذا عدي النظر بإله فهو لا يدل إلا على معنى واحد وهو النظر بالعين النظر بالعين كما هو معلوم عند علماء التفسير وعلماء اللغة وعلماء الأصول وعلماء الإسلام ولكن ما أدرى هذا الرجل ودائما ما أتذكر حينما أرد على هذا الرجل بمنهجي هذا وبجثتي هذه قول ابن حجر عن السلف ما رأيت من ذي بطن يعقل إلا الحسن المهم ونستمع الآن إلى كلام العلماء والأئمة في هذه الآية لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير كما نقل البغوي الإمام الجبل العلم المبسر العظيم ماذا قال قال وأما قوله تعالى لا تدرك الأبصار قال فاعلم أن الإدراك غير الرؤية أن الإدراك غير الرؤية ومما يستدل به على أن الإدراك غير الرؤية قبل أن أكمل كلام البغوي آية قال الله سبحانه وتعالى فلما ترى الجمعان ترى هذه الرؤية قال أصحاب موسى إنا لمدركون هذا هو الإدراك ماذا قال موسى قال كلا كلا فنفى موسى الإدراك وثبتت الرؤية فدل على أن الرؤية غير الإدراك فلما ترى الجمعان أثبت الله أنهما ترى أيا بالعين قال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى ماذا قالوا قالوا إنا لمدركون ماذا قال موسى قال كلا فثبتت الرؤية فثبتت الرؤية ونفى الإدراك إذن الإدراك غير الرؤية هذا أولا ثانيا أن معنى الإدراك يختلف من معنى الرؤية كما في صريح هذه الآية وفي صريح القرآن إذن قوله تعالى لا تدرك الأبصار لا يعنى بأن الرؤية واستمع إلى كلامي البغو يؤكد هذا المعنى قال قال وأما قوله تعالى لا تدرك الأبصار فأعلم أن الإدراك غير الرؤية لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به والرؤية هي المعاينة والرؤية هي المعاينة قال البغوي وقد تكون الرؤية بلا إدراك قد تكون الرؤية بلا إدراك قال قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال وقال تعالى لا تخاف دركا ولا تخشى قال فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية فالله عز وجل يجوز أن يرى من غير إدراك وإحاطة كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به كما قال تعالى ولا يحيطون به علما وأذا كلام عال لا يفهم هذا الرجل كما قال السلف ما رأيت من ذي بطن يعقل إلا الحسن ثم أتى بأثر مجاهد وهو قوله رحمه الله تعالى قال النظر الانتظار في قوله تعالى إلى ربها ناظر قال مجاهد النظر هو الانتظار فأراد هذا الإباضي الخبيث أن ينفي أن ينفي الرؤية بهذا واستمع إلى ما قال العلماء في كلام مجاهد وكيف ردوا كما رد القرطب في الجامع لأحكام القرآن وهو تفسير القرطب المعروف بتفسير القرطب عليه رحمة الله قال وقول مجاهد في قوله تعالى ناظرة وقول مجاهد إنها بمعنى تنتظر الثواب من ربها ولا يراه شيء من خلقه قال فتأويل مدخول تأويل مدخول لأن العرب إذا أرادت بالنظر الانتظار قالوا نظرته كما قال تعالى هل ينظرون إلا الساعة هل ينظرون إلا تأويله أيضا وانظر إلى الأدلة وقوله تعالى وما ينظرون إلا صيحة واحدة ما ينظرون إلا صيحة واحدة وإذا أرادت به التفكر والتدبر قالوا نظرت فيه فأما إذا كان النظر مقرونا بذكر إلى كما في قوله تعالى إلى ربها ناظرة وأما إذا كان النظر مقرونا بذكر إلى وذكر الوجه لأنه قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وذكر الوجه فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان وقال الأزهري إن قول مجاهد تنتظر ثواب ربها خطأ لأنه لا يقال نظر إلى كذا بمعنى الانتظار وإن قول القائل نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية عين كذلك تقوله العرب لأنهم يقولون نظرت إليه إذا أرادوا نظر العين فإذا أرادوا الانتظار قالوا نظرته ولذلك جاء في السنة أن من السنة المستحبة استحبابا شديدا انظار المعسر يعني انتظار وهذا أيضا جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم كلام مجاهد عن هذه الآية فقط وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولم يتكلم عن باقي الآيات التي أثبتت الرؤية كقول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنة وزيادة وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الزيادة قلنا الله ورسوله أعلم قال هي النظر إلى وجه الله الكريم ثم أنا أتعجب والله أي ما عجب من أن الله سبحان وتعالى يثبت أشياء وينص عليها في القرآن ويثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وينص عليها في السنة الصحيحة ويأتي إنسان وينكرها بلا دليل وبلا حجة وبلا مسوق لا شرعي ولا عقلي ماذا يستفيد ماذا يستفيد هذا الإنسان ماذا يستفيد ولكن هذه الأمور كلها ما أدخلها إلا أعداء الإسلام كاليهود لأن اليهود كما قال أهل التاريخ لما حاولوا أن يضربوا الإسلام بالسلاح ما استطاعوا في أول الإسلام في أوجي قوته فأدخلوا من أدخلوا كإدخالهم لعبد الله بن سبا اليهود وغيره فأدخلوهم فأظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية والكفر بالله وصاروا يشككون المسلمين في دينهم فلما دخل ابن سبا اليهود ذهب إلى الحجاز وقال لهم كيف ينزل عيسى إلى آخر الزمان ومحمد لا يعود وهو أفضل من عيسى فلم يستجب إليه أحد من أهل الحجاز وهو يصر الإسلام ويبطن اليهودية والكفر ثم ذهب إلى الكوفة فلم يستجب له أحد وذهب إلى الشام فلم يستجب له أحد وهو يردد هذه الشفاء فلما ذهب إلى مصر استجاب له القوم هناك واستجابوا إلى هذه الفرية وهذا الباطل فصاروا يشككون الناس في الدين هذا كله من صناع اليهود إلى أن أدخل إليهم البدع الأخرى والأخرى والأخرى وشككهم في عدالة عثمان بن عفار رضي الله عنه وقادهم من مصر ثم جاءوا وقتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه وأحدثوا الفتن والبلايا إلى يومنا هذا هذا من أعداء الإسلام كاليهود وغيرهم ينكرون الصفات وينكرون أسماء الله سبحانه وتعالى وينكرون أصول الدين ليشككوهم في الدين كما يفعل هذا البغيط المسمى بعدنان إبراهيم وللأسف مع أنه يشكك في الدين ويفعل فعل اليهود بل وأشد من ذلك للأسف الشديد تفتح له كثير من القنوات العربية كما يحل لهم التسمية العربية تفتح له أبوابها على مصراعيها ليشكك في الإسلام يسب عائشة رضي الله عنها ويتهمها بالزنا ويسب أبا هريرة رضي الله عنه ويسب الصحابة ويطعن في القرآن وينكر السنة وهذه القنوات تفتح له تفتح له هذا البغيط أبوابها على مصراعيها ليهدم الإسلام ووالله ما هذه الأفعيل إلا من صنايع وأفعيل اليهود وباقي أعداء الإسلام ليشككوا المسلمين في دينهم فانتبعوا يا أمة الإسلام من دعاة الفتن ومن دعاة الباطل ومن دعاة الضلال لألا يشككوكم في دينكم فينهدم الإسلام في قلوبكم فتصبحوا خاسرين ونادمين على ذلك آذروا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه